اهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه التغطية الحية والمباشرة لفعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم والذي سينطلق بعد ساعات ينضم إلينا في الستوديو لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع الأستاذ هيثم الشرابي عضو الأمان العامة لحزب التجمع بنرحب بك أستاذ صباح النور يعني بداية أهمية هذا المؤتمر ونيقاده في هذا التوقيت ونيكساته على مصر والمنطقة أولا أنا بنتهز الفرصة دي وبشكر كل مجموعة العمل اللي قامت على إنجاز هذا المنتدى في وقت قصير بس مش عشان شكرهم فقط ولكن مهم نحن نقول أنه من شهر يوليو اللي فات تقريبا بدأ الاعداد لهذا المنتدى في خلال أربع شهور لما يحصل كل هذا الإنجاز اللي احنا هنشوفه على مدار خمس أيام أو ستا ايام أعتقد ده مجهود معتبر وشباب لازم نشكرهم بالتأكيد دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه هذا المنتدى هو ثمرت أربع مؤتمرات شباب عقدها الرئيس مع عدد من الشباب طوال السنة الماضية والسنة دي بيتوج بيها فكرة أنه عام الشباب كان 16 ثم النهاردة بيعمل منتدى عالمي للشباب مش بس مؤتمر لشباب مصر في رسالة سياسية أعتقد أنها مهمة وهي اختيار سيناء صحيح اختيار سيناء ده أمر لازم نقف قدامه كتير ونشوف أنه في هذا التوقيت مصر بتعمل منتدى لشباب العالم هذا المنتدى بيحضره أكتر من 100 جنسية من كل دول العالم فيه 3000 مشارك والأهم هو المكان لأنه معمول فيه خليج نبق خليج نبق تقريبا كل الشباب عارفينه السوش الميديا في الفترة الأخيرة اتكلمت عن أنه هناك مستثمين الأجانب هياخدوها كذا مصر النهاردة بتقول أنه ده أرض مصرية وأنها موجودة عليه وبتبعت رسالة سلام للعالم كله من هذا المكان صحيح ربما مهم برضو أنه نقول أنه بيقراءة سريعة للأرقام هي اللي بتدي دلائل المهمة أن احنا قدام 192 شاب من شباب الجامعات المصرية مشاركين عندنا 52 وفد رسمي من كل دول العالم بشكل واضح عندنا 19 وزير شباب ورياضة من كل دول العالم وده أعتقد أنه بيقدر سلل كل شباب العالم تمثيل دول كبير صحيح عندي 77 شاب موجودين في نموذج محاكات الأمم المتحدة بكل تنوعاته 222 شاب بيمثلوا 64 دولة أجانب غير مصريين وعرب إجمالي كل ده 45 جلسة ورشة عمل اللي يبص على أجندة المنتدى يكتشف أنها سرية جدا وفيها عدد من المحاور المهم صحيح في الإطار ده برضو نقدر نقول أنه الصفحة بتاع المنتدى من شهر 7 لحد دولاتي بعلية 90 مليون متابعة كل دي مؤشرات مؤشراته دولة اللي بتقول أنه في مجهود ومعتبر وراء هذا المنجز اللي احنا نشوف الاسم طيب وإنت تحدثت عن موضوع سيناء وإقامة هذا المنتدى من أرض سيناء تحديدا يعني هل تعتقد أنه رسالة مصر لمن يدعم ويمول الإرهاب أصبحت واضحة وأن الرسالة وصلت بأنه مهما حاولتم الاستقرار سيعوم مصر مهما فعلتم ومهما مولتم الإرهابيين بالتأكيد والرسالة الأوضحة وأن هناك من يمول شباب برضو ما بين قسين عشان يخليهم مشيلوا سلاح ويفجروا هي أصلا الأفكار المتطرفة منتشرة بين الشباب بشكل أكبر في حين أنه مصر بتقول لا أنا بجيب شباب النهاردة بيتكلموا في طيورات المناخ بيتكلموا في التنماء المستدامة بيتكلموا في المستقبل بيتكلموا في صناعة نمازج محترمة ومعبرة تقدر تشارك في صناعة المستقبل ده ده درسالة هي رسالة الأولى أو رسالة الأعظم أعتقد في المنتدى ده وكل مؤتمرات الشباب اللي تمت الفترة اللي فاتت وكمان بيتقال أنه كل هذه الجنسيات وكل هذه الدول وكل هذه الفودة الرسمية والأجنبية موجودة في أرض سينة اللي الإعلام بره مصور أن هي مليانة إرهاب ومليانة كذا ومن ثم بيقولنا بحاول أنجح ضد هذا الإرهاب وبحجمه طب انعكاس ده على العلاقات المصرية الدولية والعالمية يعني أيضا هناك رسائل مصر تستهدف إرسالها للدول الأخرى يمكن أن تنعكس في جذب استثمارات جديدة للدولة المصرية كيف تنظرون إلى ذلك؟ ربما لو بصنا على مؤشرات دعوة عدد من المهتمين بالعلم والسياحة والوزراء أو برؤساء الدول وربما هنا أقول مؤشر بسيط وزير التعليم الصيني وعدد من المسؤولين الصينيين موجودين في المنتدى معهم برضو عدد من رؤساء الدول وعدد من الشباب اللي قدموا نمازج معتبرة سواء في الرياضة على المستوى العالمي أو في العلوم على المستوى العالم فيه برضو فنانين ومسلين وكذا وكلهم عملوا حاجة ظريفة جدا وده يمكن جزء أيضا في فكرة النجاح أنه كلهم على صفحتهم على الفيسبوك أو على تويتر اتصوروا مع اللوجو بتاع المنتدى وعملوا عملية ترويج لفكرة مصر والأمام في مصر والمنتد أيضا ربما نقول أنه الكلام اللي تقال على أنه ما فيش تعامل مع الشباب ما فيش لقاء مع الشباب الشباب زي ما احنا بقولوا النهاردة درع بقى خمس مؤتمر وكمان المؤشر بتاع النهاردة بيقول وينيت توتوك وأيضا القيادة السياسية بنفسها هتبقى موجودة مع كل المستوىات التنفيذية هتبقى متواجدة مش بس في مصر لكن على مستوى العالم طب هل نتوقع أنه هذه الفكرة تصدر لدول العالم بمعنى أنه القيادات السياسية وأكبر رؤوس في الدول يمكن أن تجلس أيضا مع الشباب أن مصر تكون هي النموذج الذي يحتذى به لهذه الدول ربما ده يعني مش عادة أقول قلدت مصر لكن حصل لسه من أسبوعين بالزبط في روسيا رئيس بوتين عمل مؤتمر حضر فيه 23 ألف شاب من كل العالم مع عدد ذلك أعتقد ما فيش دول تانية بتعمل يعني يعني كده ممكن نقول أنه من ضمن 180 دول في العالم مصر وروسيا هم اللي عملوا فكرة اللقاء المفتوح مع عدد كبير جدا من الشباب المتنوع طيب ونحن نشهد صراعات مختلفة في المنطقة سواء سوريا ليبيا أيضا فلسطين يعني كيف تنظرون إلى دور هذا المنتدى في القضاء على هذه الصراعات ومسألة التقارب ما بين الحضارات فكرة وده بالمناسبة ده محور مهم من محور المنتدى وهو فكرة التقاء مش صدام بقى التقاء للحضارات والثقافات المختلفة والمتنوعة اتعلمنا دايما أنه إذا اجتمع عدد من الثقافات المتغيرة أو المختلفة مع بعضها في مكان واحد بيقدروا أنه هم يعملوا طلاقه للأفكار وتواصل هذا التواصل بيتنقل لدول هؤلاء الشباب وهؤلاء الشباب بيعتبروا الصفراء لفكرة تقارب الحضارات وتقارب الثقافات اتنين الإرهاب أساسا بيبدأ من فكر منغلق هذا الفكر المنغلق الذي يقبل الآخر صحيح أنت النهاردة بتقدم بديل آخر بأنه تقول كل الشباب العالم والشباب المصري هناك من هو مختلف عنك في الثقافة أو في الحضارة هناك من هو أعلى منك أو أقل منك لابد عليك أن تتقبله وفكرة قبول الآخر هنا تضرب جذور الإرهاب من أصله اتنين أنه وإحنا بنتحدث عن التنمية المستدامة أيضا بيخلي الشباب المصري وشباب العالم مش بس يبصوا لنفسهم عشان يستغلوا سرواتهم الطبيعية أو يواجهوا احتياجاتهم النهاردة لكن كمان بيبصوا للآخر اللي هو اللي جاي اللي هو الأجيال القادمة في المستعب أنت استغل السروات الطبيعية اللي موجودة النهاردة لكن حريص على أنه يبقى فيه رصيد موجود لمن سيأتي بعدك فيشعر الشاب بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع وتجاه المستقبل بالتأكيد أستاذ هيثم سنعود لموضوع مسألة الإرهاب وجزوره وكيفية القضاء عليه من خلال هذه المنتديات والحوارات ما بين الشباب ولكن مشاهدين نتابع الآن أهم محاور النقاش التي ستكون في جلسات منتدى شباب العالم من خلال هذا الانفو جراف ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جديد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد بكر أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم من البرنامج الرئاسي هو معنا من شرم الشيخ نرحب بك أستاذ محمد أستاذ محمد كيف تنظرون كشباب الأهمية نقاد هذا المنتدى ودلالة اختيار المكان وأيضا التوقيت طبعا أهمية المكان مهمة جدا لأن احنا طبعا في مصر وإحنا عارفين إن فيه إشاعات كثيرة جدا بتتقال علينا بره إن احنا ما عندناش سلام داخلي وفيه طبعا قنوات باقي محضرتك عارف بتحارب السلام والمشعر الداخلي في مصر وبتحارب السياحة فطبعا إحنا عارفين إن مدينة السلام هي مدينة شامل الشيخ بتنستعد جميع الشباب الأهم فيه أكتر من مئة دولة مشاركة في مصر من خلال هابة المؤتمر فيه جميع المكانات اللي هتهم جميع شباب الأهم هيتم ملاقشاتها داخل المؤتمر عيبة فيه حاجات طبعا إن شاء الله بيتم تحضيرها حاليا طبعا من أول الاستقبال من أول النزول في الطيارة مع حجب الموعدة في الطيران من أول مواطنة من المطار لحد مواصر للطندق فيه استدادات من شباب مستهمين جدا بيعملوا على راحة جميع المسافرين والقادمين من داخل مصر وخارجها حتى يتم فصلهم على راحة لازمة حتى آخر موعد في الموعدة المؤتمر طيب يعني فكرة شعار المنتدى يعني نريد أن نتحدث معا يعني أهمية هذا الشعار ومردوده لدى الشباب المختلف من جنسيات مختلفة هي الفكرة في شعار المنتدى أن جميع الشباب طبعا في حاولين العالم ممكن ما كانش فيه فرصة قبل كده كبيرة لهم اللي هم يلتقوا في مكان واحد يتبادلوا مع بعضهم ثكريا وثقافيا فيه طبعا أفكار كتيرة متبنحة حولي الشباب في سن متقارب ما بين سن العشرين والثلاثين عندهم مكان أفكار تجمعهم في مكان واحد يقدروا يطلعوا منها في فكرة عامة فيه أفكار كتيرة بره طبعا منتشر غلط إحنا هنقدر نوضحها من خلال هذا المؤتمر إن شاء الله طيب فكرة التحاور ما بين القيادة السياسية والشباب بشكل منفتح مثل ما شاهدنا في المؤتمرات السابقة يعني كيف تنظرون إليها كشباب وكيف يمكن تصديرها لمختلف دول العالم طبعا هذا اتجاه ممتاز جدا ومتميز في أن قيادة السياسية تفعل الشباب بيبقى عندهم أفكار بيبقى عندهم متطلعات لازم الأفكار دية تطلع برا لنور يتم سماعها تتم اللي هي يبقى فيه ركود في النفس الشباب بتتنفسها ما يدلوش تنبعوا الفكرة دية ما تداش ديوصة ما تداش تتنفذ والتالي لما تيجي تتنفذ ويسمع وفي حاجات الفعل بيتم منها بيتم فيه اه 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 بالأفكار دية مصر لو في مشاكل اقتصابية في مشاكل في تطوير السياحة كل المشاكل دية الافكار الشبابية هي المحرك والمطور الاساسي للمشاكل التي تعرض لها اي غلط في العالم فعشان كده احنا متجه لشباب العالم كله اللي هم يتحول مع بعديهم يقدروا يتطوروا عن بعديهم لبسيط داخلات مع بعديهم لوصول فكرة افضل لتطوير المجتمع كبير طيب كيف تابعتم انطباعات الشباب والوفود القادمة من مختلف الدول حول هذا المنتدى واصداءه ايضا عالمية الابواء كلها طبعا فيه شباب ساجل عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للمنتدى تم التواصل معاهم تم استقالهم في المطار لحد المواصل والسانات والتفكين الخاصة بيهم وشكروا جدا في حالة القنظيم الخاصة بالمنتدى حاليا ان شاء الله سيبقى فيه النهاردة الافتاحية عبدالك ستابع معاهم وهو الرأي الخاص بهم من تواصل الفكر الخاص بهم معاهم وهيبقى فيه ان شاء الله حدثكم هتشوفوها من شايف في الوقت أقولها عشان تبقى مفادة لديمية ان شاء الله طب بالنسبة للحركة السياحية وأنت أستاذ محمد في شرب الشيخ كيف تشاهد الحركة السياحية وإشغالات الفنادق وما إلى ذلك لا طبعا فيه حركة سياحية جميلة في شام الشيخ وكبيرة بغض النظر عن القنوات المغربة اللي هي بتحارب السياحة في مصر وبتقول ان فيه حالة من عدم السبات أو ما فيه سلامة في مصر وخاصة اننا في شام الشيخ بيجوز ميسينا فيه طبعا ثقافات برا بينتشر ممكن فيها أو بتفع القنوات دي وده أكبر دليل أن منتدى العالم كله بيقام في بلد بيشام الشيخ اللي هي كده أعتبر جزء جميل من فينا ويكفي ان اسمها مدينة السلام حركة السياحة هنا منتشرة جدا فيه سلح من دميع جمسيات المختلفة وحركة الإشغالات متميزة جدا هنا ببض النظر وطبعا عكس الكلام اللي بيقوله كل القنوات اللي بتحارب السلام الداخلي في مصر أو بتحارب الشيخ طيب مسألة التواجد الأمني خاصة وأن كان هناك زيارة بالأمس وجاء أولها للسيد وزير الداخلية كيف تقيمون التواجد الأمني حتى هذه اللحظة والاستعدادات لهذا المنتدى خاصة وأن الحفل الافتتاحي قارب على البدء أنا معرفش بخصوص الزيارة لكن التواجد الأمني منتشر جدا ما فيش أي تعقيدات في حماية لنفسك في حماية للزاهر اللي جاي في حماية بدون تعييد في حماية بدون أي مشاكل بتحصل حضرتك بتاخذ أي مواصلة أي أوتوبيس خاص بالمنتدى بيوصلك المتاجد حضرتك فيه في تأمين شامل ما فيش أي مشاكل في الأمن في أحد الأجهزة المستهدمة في حماية الفنات وما تبعا في المطارات في أول ما حدث تمزل المطار بكلاشة بسرعة ولو ما فيش مثلا لو كل مية حصل بينهم مشكلة في المطار تتحل بسرعة وده طبعا الانطباع اللي هيقوله حدثة مدخمة مع أي حد من الزائرين اللي جايين من برنا مصر يقدر يستطيع الموضوع دوات أكتر وهيزجل كلامي أخرى نعم الأستاذ محمد بكر عضو البرنامج الرئاسي وأحد الشباب المشاركين منظمة شباب تحيا مصر نراحل بك أستاذ محمد أستاذ محمد هل تسمعوني أستاذ محمد هل تسمعوني أستاذ محمد Wave أستاذ محمد تسمعوني الآن أستاذ محمد يعني كيف تنظرون إلى أهمية إنقاذ هذا المؤتمر وانعكساته هل تسمعوني؟ أيها؟ أستاذ محمد أيها معا؟ يعني كيف تنظرون إلى أهمية هذا المنتدى العلامي ونيقاده على أراضي مصرية ونيقاساته على الشباب المصري؟ أولاً أراضي مستدى الشباب العالمي ونيقى التشاري الشيخ الثاني خطوة على عودة مصر للدور الزيابي إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد ربما نعود إليه في وقت لاحق إذا ما تمكننا نعود إلى ضيفنا في الستوديو الأستاذ هيثم الشرابي أستاذ هيثم كنا نتحدث عن مسألة الإرهاب وتجفيف منابع الإرهابيين وكنا نتحدث أيضاً عن مساهمة مثل هذه المنتديات في اطلاع الشباب المصري على الثقافات المختلفة من شباب العالم ربما في محورين مهمين في المنتدى بيأكدوا اللي حضرتك بتقوله وهم عنوانين الأولاني ودور الشباب في مواجهة الهجرة غير الشرعية والعنوان الثاني مساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام والأمن العالمي إذا مصر النهاردة بتعلن للعالم أنها تعد الشباب من أجل بناء وحفظ السلام على النقيد الآخر بيعمل إيه؟ هو بيعد الشباب للتفجير والإرهاب والقتل والهدم والكذا والكذا الهجرة غير الشرعية بيعتبرها أحد مصادر أو منابع هذا الإرهاب الذي يذهب إلى أوروبا والذي يجول في كل المنطقة العربية العنوانين دول فيه أكثر حوالي سبع أو تمن جلسات هيبقوا بيتكلموا عنهم هيبقى فيه كلام كتير مهم أعتقد أنه اللي هيتابع للمنتدى هيسمع كلام جديد لأول مرة بيتقال فيه هذين المحورين اتنين أنه لأول مرة أنت بتطرح شباب مصري وبتقول للشباب العالم كيف يساهموا في بناء السلم والأمن العالم وربما أيضا بالتوازم مع ده اللي احنا هنشوف نموذج محاكاة دول مجلس الأمن في الأول المتحد نموذجين اتنين أو طريقتين اتنين بتقدمهم بشكل عملي وبشكل واقعي مش بشكل نظري ولا بكلام للشباب عشان تقول لهم أنتم قادة المستقبل وانتم على كاهلكم مهمة حفظ وبناء السلام وليس القتل والإرهاب في هذا الإطار وإحنا بنتكلم على ده مصري بتقدم نموذج أعتقد أنه النموذج الوحيد في العالم وهو فكرة احتواء اللاجئين صحيح مصر الدولة الوحيدة ويمكن حضرتك لو تبعت تاريخ مصر من أول قضية الفلسطينية ثم مرورا به حرب تحريك كويت لما أخواتنا الكويتين جم مصر ثم السودانيين لما كان فيه أزمة فيه السودان ثم الليبيين ثم النهاردة السوريين النهاردة لم يحدث على الإطلاق أن مصر عملت معسكرات لاجئين ما حصلش على مدار تاريخ مصر عملت معسكرات لاجئين لكل المواطنين العرب الذين قاتوا إلى مصر في وقت أزمت لهم اثنين لم يحدث أنها تعاملت معهم بمنطق أنهم مواطني درجة تانية بالعكس كان كل هذه الدول أو مواطني هذه الدول اللي كان عندهم أزمات في بلادهم كانوا بيجوا بيبقوا زيهم زي المواطن المصري بيشتغلوا بيتواجدوا بيعملوا فلوس يعني ممكن حتى الناس كانت بتستغرب من أوضاع السودانيين وأوضاع الكويتيين وغيرهم وصعدين ومؤخرا اللي يقدر يلاحظوا وشوف أهلنا من سوريا ومن ليبيا اللي موجودين أنت مدرش تتميز إذا كان ده سوري ولا مصري نتيجة وجوده في التجارة وجوده في السوق وجوده في الحياة وبدون أي حواجز له يعني ما قدرش أقول أنه أصله مصر عزلت السوريين في جام ده عكس إيه؟ عكس دول أوروبا بالضبط مثلا شوف ألمانيا شوف الإنان معسكرات لاجئين شوف أسبانيا شوف كل دول العالم حتى بريطانيا وفرنسا تعملت مع الموضوع بعتبر أن لازم أعزلهم أعزلهم عن المجتمع تعمل معهم بعتبر أنهم بدون جنسية أنا معرفش هم إيه ومن ثم تعال معهم بعتبرهم لاجئين حتى ده حصل فيه دول مجاورة لسوريا زي تركيا التي تدعي أنها بتحمل قضية السورية على اكتفة لغاية النهاردة هي عاملة معسكرات لاجئين حصل فيه كل دول تقريبا ما عدا مصر ومن ثم فمصر بتقدم هذا النموذج وبتقول لدول العالم إذا كان فيه مناطق أزمات ومناطق صراعات يجب علينا الأول أن نحن نحل وبالتالي برضو مصر قدمت نموذج جيدة أنها كاته الدولة الوحيدة اللي استطاعت تقديم مساعدات إنسانية في سوريا صحيح بدون أي نزاع مع حد أو صراع مع حد المعارضة السورية بتيجي مصر وإبلت أن يبقى فيه اجتماعات في القيارة ده بيقول أنه مصر بتستطيع أنها تتواصل وفق مبدأ السلام اللي هي بتطرحه ووفق دورها القيادة والريادي في حد وأيضا مسألة المصالحة الفلسطينية الأخير والمصالحة في هذا أبرز نموذج طبعا وأعتقد أنه أعلى نموذج يقول أنه مصر قادرة تدير الملفات في المنطقة العربية زي وبالمقابل أيضا الملف الليبي صحيح زي ما احنا شفنا أنه كان في وقت من الأوقات ليبيا تدار من السخيرات وتدار من الأمم المتحدة ومن مدن أخرى الآن أصبح الملف الليبي يدار من القاهرة يعني تعتقد أنه الرسائل دي وصلت وستجد صداها عالميا حتى على مستوى المستوى الشبابي يعني ليس فقط مستوى الحكومات على مدار الخمس ستة أيام سيتم عرض عدد من الأفلام من قد أستاذ محمد باكر طبعا بقول إن فيه مفاجئات آه هيبقى فيه مفاجئات تخص عدد من الأفلام التسجيلية والبروموهات اللي مثلا منها كيفية تعامل مصر مع عضية اللاجئ مثلا يعني عشان يقول للعالم مصر تجربة عاملة إزاي اللي فيها كلام على أكاديمية الشباب اللي أعلنها الرئيس منذ فترة أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب اللي علنت من حول شعارين ثلاثة الكلام أيضا على البرنامج الرئاسي صحيح تجربة البرنامج الرئاسي هي تجربة تستحق الإشادة فيها ملاحظات مفاجئة ملاحظات لكن هي تجربة جعلت عدد من الشباب ممكن أن هذا تعتمد عليه في إدارة الجهاز الإداري في الدولة المصرية ربما أيضا الكلام وأعتقد هذا الأهم من وجهة نظري سياسيا يعني أنه لأول مرة سيتم عرض أفلام تسجيلية ومصورة عن كل المشروعات والقومية التي تمت في مصر طوال الأربع سنوات الماضية وحيتفاجئ الناس بمشروعات كتير قوي أصبحت موجودة على الأرض الواقع كان بيسمعوا عنها بس كان بيتسمعوا عنها في السوشيال ميديا أو في الإعلام لكن هشوفوا فيديوهات وأفلام مصورة لكل هذه المشروعات من أول مشروعات الطرق للمستشفيات لحد المدارس لحد عاصمة الإدارية حتى محور رضو الفرج للضبعة لغيرها لغيرها ومشروع محور تنمية قناة السويس شرق برسعية سيناء ودي أعتقد أنه قريبا في خلال الشهر القادم بكتير 12 أو يناير هيكون في عدد كبير من الافتتاحات لهذه المشروعات يعني جانب كبير من موضوع المنتدى العالمي للشباب هو جذب مزيد من الاستثمارات لمصر والمساهمة في ذلك واحد أنت بتطرح مصر باعتبار أن هناك منجز تم في خلال أربع سنوات وبالتالي بتخاطب الاستثمار الأجنبي الجاد بأنه يقدر ييجي النهاردة لأنه أصبح هناك بنية تحتية تتحمل ما يريد إقامته من مشروعات ومن مصانع ومن استثمارات اتنين أنت بتقدم مصر باعتبارها بلد أمن وسلام وتحتضن مؤتمر كبير للشباب العالمي من كل منظمات العالم ومن كل دول العالم تلاتة بتقدم مصر كنموذج هادئ في منطقة متوترة بكل الأزمات اللي احنا بنقدر نشوفها وبنتبعها والأهم أنه كمان بتطرح رؤية مصر فيما يخص عشرين ثلاثين اللي هو التنمية المستدامة اللي اتطرحته والممتحدة منذ العام الماضي ومصر خدت دور كبير قوي في السنة اللي فاتوا السنة دي في تحقيق أهدام طيب أستاذ هيسم يعني هنتكلم عن موضوع الاقتصادي بشكل أشمل ولكن نستقبل عاد إلينا الأستاذ محمد بسيوني رئيس منظمة الدكتور محمد بسيوني رئيس منظمة شباب تحيا مصر دكتور محمد بنرحب بيك صباح الخير عليكم جميعا صباح النوم وحقيقي يعني حلقة مفيدة جدا وحلقة يعني بالدل أو بساطة أهني الدور آآ منتدى شباب العالم أو الأحداث اللي بدأ الرئيس البيسي منظمة في الفترة الأخيرة عشان بعض الحلقة اتواف بين الشباب غير الدولة وبين مراكز اتخاذ القرار وآآ دي حاجة مشرفة جدا آآ لمصر وسط دول العالم شكرا يعني شكرا يكتور محمد فضل نقطة مبدئية وإن الحدث ممش غير دول الكبار في الحدث من هذا المظام شغير عرضية دول الدول 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 القادر وحيات دول الأزمة يعني أهلولات المتحدة روسيا أول مرة يعني نقل دولة من الشرق الأوسط أخذت الممتدرية بدرة الرياضة ده مش غريب ده مش غريب على مصر وعلى دور مصر ريادي في الشرق الأوسط والعالم طيب دكتور محمد يعني المؤتمرات السابقة كانت مؤتمرات شبابية محلية ومصرية يعني فكرة الإطار الدولي لهذا المؤتمر كيف تقيمونها الإطار الدولي حرصا أننا كان عندنا الشباب المصري كانت تجربة قوية تجربة المصرية التجربة دي مكانتش عقودة حوالي 30 سنة يعني 30 سنة وعبل الصورة 30 سنة وعبل 30 سنة مكانش مكانش حلقة وصل بين الشباب ومراكز انتخاذ الكرار ودي تجربة كده مفيدة بحب منضح للعالم كله يعني تكون على نفس القدر من المهرجان لكن هو خطوة مهمة جدا خطوة مهمة جدا ان احنا نبدأ مهمة جدا ان احنا نجيب شباب للعالم زي ما الدول العظمة بتعمل وتوري للناس انجازاتها وتوري للشباب وتوري العالم كله انجازاتها وتدعم سياحة بلدها وتدعم دي ناس بتتسوق لبلادها صح وانحنا برضه عاديين ناخد الخطوة دي وانسوق البلاد نصح وانسوق البلاد نصح وانجيبش هباب اللي تنينش معاهم السياسة والثقافة والفن والأدب والتاريخ كل حاجة كل القضايا اللي موجودة وكل المشاكل ونوصل لحظوا مع بعض دي مغادرة يعني فريدة من نحة واللي بيعملها حد فريدة من نوعه هو الرئيس الفتاح يعني نعم طب دكتور أيوة معاك دكتور يعني الدكتور محمد يعني هناك بالتأكيد رسائل عدة تستهدفها مصر من خلال هذا المنتدى خاصة وأنه يقام في أرض سيناء ما هي أبرز هذه الرسائل من وجهة نظرك أول رسالة بس علينا أن نوضح لدول العالم أننا عندنا الأمن وطمان عندنا الأمن وطمان وعندنا ركائز الاستثمار عندنا بنية تحتية بنقول للاستثمار يا ناس يا مستثمرين يا أمستثمر أجنبي يا كل الناس العودة الاستثمر بلدنا مفتوحة لكم بتبلغوا أهل وسهل سهل نعم السياحة بتاعتنا عندنا كل أنواع السياحة عندنا عندنا سياحة جينية عندنا سياحة First عندنا سياحة teilweise عندنا سياحة الشطائية وسياحة السياحة عندنا كل حاجة موجودة في بلدنا فتعالوا يعني تبصوا على بلدنا بلدنا رجعي الثاني مرة تانية للمكان نعم في أهم رسالة أنا شايفها موجودة بالمنتدى ذا نعم الدكتور محمد بسيوني رئيس منظمة شباب تحية مصر شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين فاصل قصير نتابع فيه أهم محاور النقاش خلال جلسات منتدى شباب العالم ثم نعود شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد مشاهدين ونعود إلى ضيفنا في الستوديو الأستاذ هيثم أشرى بعضو الأمانة العامة لحزب التجمع نرحب بك من جديد أستاذ هيثم كنا نتحدث عن مسألة الاستثمار ومصر خطط خطوات كبرى في الفترة السابقة سواء بإقرار لائحة قانون الاستثمار الجديد أو الخريطة الاستثمارية التي أعلن عنها وزير الصناعة كيف سيسهم هذا المنتدى بشكل فعال في هذه المسألة على المستوى الشبابي وأيضا على المستوى الرسمي لدى الحكومات طيب خلينا أقول أنه محور من المحاور اللي هتبقى رئيسية وأساسية في المنتدى هي الحديث عن التنمية المستدامة وفق رؤية مصر اللي خدتها من الأولى المتحدة هنا مصر بناء على هذا الكلام من 2016 وضعت على أجندتها أو على خريطتها كيفية ترويج الاستثمار في مصر كان بيسبق ده عدد من الإجراءات الإجراءة الأول هو عدد من الإجراءات الاقتصادية طبعا والاستثمارية فكرة الشباك الواحد فكرة التعامل مع الاستثمار ازاي توحيد التعامل مع المستثمرين عشان يزيل كل أشكال البرقراطية اللي كانت بيلاقيها الاستثمار أبل كده اتنين فكرة إصدار قانون الاستثمار وهو طبعا أحد أهم المنجزات اللي تمت في الفترة الأخيرة وثم لحيته اللي صدرت مؤخرا أي نعم هي تأخرت شوية عشان هيزيل بعض الالتباسات اللي حصلة مع صلاحيات المحافظين في المحافظات لكن هي تقريبا أصبحت مكتملة اتنين الخريطة السمارية إذا ما حضرتك قلت كان زمان صحابنا الشباب طول 6-4 سنين اللي فاتوا كل محد فيهم يتكلم يقول عايزين نبني مصانع عايزين نبني مصانع فكان السؤال دايما هو أنا هابني مصنع من غير طريق ومن غير كهرباء ومن غير معية ومن غير صرف الصحي ومن غير بنية تحتها لو أنا عملت ده من غير الحاجات دي يبقى المصنع مالوش لازم اللي حصل طول الأربع سنوات اللي فاتت أنه لا النهاردة أعمل بنية تحتية كاملة أعمل كهرباء أعمل محطات كهرباء يعني أعمل طرق أعمل مواني أعمل مواني جافة أو مواني بحرية طور المواني دي عشان تبقى عندها قدرات استعابية ثم هات المصنع أعمل أو هات المستثمر يجي أعمل مصنع فاللحظة دي المستثمر هو اللي هيجي لك مش أنت اللي كمان هتسعى له لأنه المستثمر بيبص المجموعة من المؤاشترات عندك أنه هيقدر ينقل الخام بتاعه لا لا هيقدر ينقل المنتج بتاعه اللي بره مصر وجوه مصر ولا لا هيقدر يتعامل داخل مصر على طرق ودي عوامل الجذب اللي هي بتخيل وهو مش هيقدر يبص غير لكده لكن قوله أنا بنيت ألف مصنع بدون خدمات مش هيجيل فبالتالي كان لابد من ضغط شوية على نفسنا في الثلاث واربع سنوات اللي فاتت عشان تبني بنية تحتية تتحمل أنك تقدر لما تقول للمستثمرين تعالوا فييوب اتنين المنطقة الوعية اللي بجد واللي هنقدر نحن رواجها في المنتجة ده هي منطقة محور قناة السويس محور تنمية قناة السويس أنا مش عايز أقول إنه معجزة عشان ما الناس ما تتخيلش لكن قريبا الناس هتشوف وهتتفرج على فيديوهات بجد في حالة من حالات النقلة الصناعية والاستثمارية في المنطقة دي في عدد من الدول بتصاهم زي روسيا وزي ألمانيا وزي شركات كبيرة زي مينسك مثلا وبيوسعوا برسعيد الميناء يعني وبيعملوا صوامع وبيعملوا حاجات أنت قدام طفرة كبيرة جدا والأهم إنه الدولة المستثمرين هي الحاكمة في الحصة الأساسية وده بيدي إطمانا للمواطن أنه عائد هذه الأمور هيبقى جزء كبير منه راجع للدولة بالتالي الخدمات الخاصة تنعكس على المواطن في سينة أيضا عدد من المشروعات التنموية وعدد من الطرق وعدد من محطات الكهرباء والجامعات اللي هتشاء في الفترة الجاية مدلبي خلينا نقول أنه منتدى شباب العالم المراضي في سينة هو رسالة للانطلاق انطلاق التنمية في سينة بهذا الشكل وانتهاء الإرهاب منها على خير في هذا التصور محتاجين أن نقول أن كل دول العالم اللي هتيجي تشوف حالة الاستقرار وحالة الأمن وحالة السلم الاجتماعي اللي موجودة في مصر بالتأكيد هيرجعوا يبقوا صفراء لمصر في بلادهم ويروجوا أن مصر هي بلد آمنة وتتأهل إلى أنها تبقى سوق واعد للاستثمارات وده طبعا ليه مردود على الشق السياحي أيضا كبير بالتأكيد أنا عايز أقول لأحداك بمناسبة اللي قاله حتى الدكتور محمد بيسوني على فكرة مهرجان روسيا الوفد المصري هناك وده كان أنا بشكرهم طبعا والشباب أدوا أداء جيد لكن كان أهم حاجة عملوها في كل المقابلات الرسمية هو أنه الشباب المصري ليس لديه أي مبرر أو سبب يعني لفكرة منع السياحة أو وقوف السياحة الروسية إلى مصر وطلبه بده وأعتقد أنه خده بشكل ما تأكدات على قرب دخول السياحة الروسية إلى مصر مرة أخر اتنين أنه عندنا السياحة الصينية وهم سوق واعد وبيتكلموا في أنهم عايزين يوجد السياحة في مصر وخصوصا فيه لقصر وأسوان لأنهم بيحبوا السياحة الثقافية شوي ثلاثة المنطقة العربية أيضا بدأت ترجع سياحتها بشكل كبير وربما أيضا أوروبا كل دول العالم تقريبا في خلال السنة الماضية ورفعت فكرة الحظر عن السياحة في مصر طيب احنا تحدثنا عن القضايا الكبرى والصراعات الموجودة في المنطقة العربية تحديدا وأكيد الدول لها تبايونات ووجهات نظر مختلفة في كيفية معالجة هذه القضايا إزاي ممكن يسهم هذا المؤتمر في توحيد المواقف الدولية والرؤية الدولية العامة في الحل الذي يساهم في بقاء الدولة الوطنية وتماسكها وجيوشها الوطنية التي تدافع عنها ضد أخطار الجماعات المسلحة الرئيس عبدالتها السيسي لوكيل ما دايما بيكررها في اختباطه الأمن القومي العربي برؤية مصرية صحيح وبالتالي نشوف شواهد على ده في ملف سوريا من أول لحظة بعد 30 يونيو مصر أعلنت أنه الحل في سوريا سياسي الحل في سوريا عدم تفكيك الجيش الوطني عدم ضرب الدولة الوطنية المؤحدة في سوريا وبالتالي ضد التأسيم وضد الإرهاب دي رؤية مصرية واضحة واضحة من 2013 واكتشفنا أنه النهاردة الجميع تبنى هذه الرؤية بلا استثناء أعتقد مع عدد دولة ماريقة زي قطر هي دي لأنها هي الأجيجة الصراع أصلا بشكل كبير لكن كل دول المنطقة تقريبا أصبحت تتبنى وجهة النظر المصرية في الملف السوري وأيضا في الملف الليب وفيما يخص الأزمات اللي حصلة في المنطقة في العراق ده بيخلينا أقول أنه مصر بتتعامل في السياسة بقى بسياسة النفس الطويل فإنها ترسخ أن هناك حلول سياسية دائما ويمكن كمان الملف الفلسطيني كان أبرز مثال أنه المصالحة الفلسطينية الفلسطينية تمت برؤية مصرية وبجانب سياسي وليس وفق صراع هذه الرؤية ربما سيتم تمريرها لكل وفود العالم من الشباب ومن الوفود الرسمية ومن الوزراء والرؤساء حتى يشاركوا مع مصر ويدعموا أو يدعموا دور مصر في حل كل الصراعات في المنطقة بحل سياسي وفق رؤية سياسية وقريبا أعتقد أن مصر يكون لها دور مهم سياسي برضو في حل الأزمة اليمنية طيب نستقبل الآن الأستاذ أسمى فاروق رئيس مبادرة رؤوف رئيس مبادرة مصر أحلى أهلا بك أستاذ أسمى أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ أسمى يعني لو تطلعين أكثر على هذه المبادرة وأهدفها وكيفية مساهمتها في تطوير العمل الشبابي والعمل بشكل عام في المجتمع المصري تمام هي المبادرة عن تنشيط السياحة والترويج للسياحة المصرية داخليا وخارجيا والتوعية والتوجيه والتقافة السياحية دي أهم نشاطات المبادرة طبعا المبادرته هي بتقوم على تطوير البرنامج السياحي ودخول برنامج جديد في السياحة المصرية في أماكن جديدة في مصر بمعلومات جديدة يمكن الناس أول مرة تعرف عنها بصور في أماكن جديد جدا في مصر جديدة وبقول عنها معلومات وبتنشر على السوشيال ميديا وفي الصحافة والآلام مشاركتي في المنتدى هي طبعا بالمبادرة ودور المرأة في المجتمع من أهم القضايا اللي بيناقشها منتدى شباب العالم هو المرأة ودورها الاجتماع ودورها في المجتمع طبعا بما أن أنا مسكة موضوع مهم جدا هو موضوع السياحة ويمكن أغلب العامين بالسياحة رجال لكن كمرأة جرت الحمد لله أن أنا أكبت وجودي في المجتمع بمبادرة ناجحة تنشط السياحة طبعا إحنا موجود معنا في المنتدى شباب من أكثر من 80 دولة حول العالم يعني تبادل ثقافات وخبرات وناس مبتكرين وكله مشاركين بناشطات كتير جدا من خلال العملي أنا بالسياحة أكيد هستذل النقطة دي وأن موجود دول كتيرة مشاركة في ترويج لمصر السياحيا من خلال مبادرتي هبدأ بتوزيع بروشور في أماكن كتير جدا بروشور مطبوع موجود في أماكن سياحة كتير جدا في مصر يمكنهم بعد كده أو يتشوقوا لزيانة مصر مرة أخرى لرؤية الأماكن الجميلة دي وغير كده طبعا أنا بدأت مبادرة جديدة من خلال المنتدى إصنع إيجي تلفي وهي أن أنا هدعو كل المشاركين الثلاث تلاف مشترك اللي موجود في منتدى شباب العالم أنه يتصور صورة سلفي في مصر بلد الأمن والأمان والسلام وينشرها على السوشيال ميديا لأنه هدفنا من المنتدى هو رسالة سلام وأمن وأمان من مصر أم الدنيا وكمان الهدف الأساسي اللي هو تنسيط السياحة نعم الأستاذ أسمع رؤوف رئيس مبادرة مصر أحلى شكرا جزيلا إذن نعود للأستاذ هيثم الشرابي عضو الأمن العام لحزب التجمع يعني في رسائل أخيرة ممكن نوجهها للشباب المصري وللقائمين على المنتدى لدينا دقيقة فقط أستاذ هايف أول رسالة بقولها للشباب المصري والشباب العالم اتكلم لأنه عندنا تجربتين في مؤتمر اسكندرية ومؤتمر أسوان حينما تحدث بعض الشباب للرئيس السيسي عن أزمات أسوان مثلا كانت توصيات مباشرة إقامة عدد المصانع والمشروع التنموية في الصعيد في نهاية المؤتمر اتنين في مؤتمر اسكندرية حينما تحدث الشاب من اتكو ورشيد عن أزماتهم المحلية فقرح جاي طلع قرار عطول وبالتالي ده ده معنى أنه الشباب منهم للرئاسة مباشرة يستطيعوا إصدار قرارات دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه في الفترة القادمة مصر محتاجة الطاقة طاقة كل الشباب اللي يقدر أنه يشتغل ويقدر أنه ينتج في مجاله مش ضروري أنه يبقى بيشتغل في مصنع بس كل حد في مجاله لأنه هنبقى محتاجين حالات تطور كتير جدا تلاتة وهي الأهم أنه كل الوفود اللي جاية مصر النهاردة بنقول لهم أنتوا هتشوفوا نموذج معتبر وجيد لدولة تنعم بحالة من السلم الاجتماعي يجب أن تكونوا صفراء لهذا المؤتمر وهذا المنتدى في دولكم أخيرا طبعا فيما الخصوة مهمة جدا بشكر بها جنوب سيناء نعم خلوا كل سائق التاكسي رجبين عاملين بيونفورم واحد وشكل واحد وده معناه أنه هناك ترتيب لفكرة الترويج للسياحة المصرية نعم الأستاذ هيثم الشرابي عضو الأمان العام لحزب التجمع بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم على انضمونا خلال هذه التغطية إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه التغطية وبالتأكيد متواصلون معكم على الأيام القادمة خلال جلسات منتدى شباب العالم هذا المؤتمر العالمي الذي هو فخر لمصر وللعالم كله بنشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا